موسيقى مساء الخير من وقت للتاني ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لكل واحد فينا فرصة فرصة نعيد فيها حساباتنا ونرتب أوراقنا قبل ما المرائب يقولنا إيه خلاص الوقت خلص كل واحد يسلم ورقته فرصة نشوف فيها مين ليه في رقبتنا دين لسه ما سددناهوش مين ليه عندنا حق مين بيننا وبينه زعل وخصام ومحتاجين نسامح ورمضان هو شهر الفرص الجماعية العظيمة والعروض الربانية اللي ملهاش أول من آخر لأي واحد عايز يلحق ويستفيد ويرجع تاني يخلي قلبه سليم قلبه زي ما ربنا خلقنا عليه في طهارة زي نورة بطل القصة حقيقية النهاردة اللي بعتت تقول لنا عيروني بالختان فبقى عندي عقدة وعملت عملية إجاد لما عرفت أني حامل في بنت طب هما مين دور اللي عيروها؟ وإيه اللي حصل؟ خليها تعمل كده تعالوا نسمع الحكاية من أولها ونشوف نورة بعتت تقول لنا إيه اسمي نورة وعندي 35 سنة اتولدت في أسرة بتتكون من أم وأب وست بنات ووالد وأنا أصغر واحدة فيهم من صغري لاحزت حاجة غريبة جدا بابا رغم إنه إنسان مثقف ومتعلم وبيشتغل في منصب مرموق إلا إنه كان بيدرب أمي قدامنا بيشتمها وبيهنها والسبب إنها ستة أمية أبويا تجوزها بسبب إنه كان متعاطف معها عشان أهلها ظلموها في التعليم وبهدلوها وكان بيتعامل معها بمنطق الشخص النبيل اللي عايز ينقذ واحدة ضحية وغلبانة وهو فاكر إنها أكيد هتشيله في عينها بعد الجواز بما إنه انتشالها من البيئة الصعبة اللي كانت فيها وهتفتكر له إنه تجوزها وهو أعلى منها وعايز يعوضها عن كل اللي فاتها بس بعد الجواز شف منها وش تاني خالص وبدل ما كان ناوي يغيرها للأحسن ويخليها تتعلم ويحسن من أوضاعها هي لغيرته بتصرفاتها وإسلوب كلامها لحد ما خرجت منه أسوأ ما فيه خلته بيضرب وبيشتم وبيعيرها إنه تجوز واحدة زيها كترة ضرب اللي ماما كان بتاخده والشتيمة والإهانة حولت أبويا مع الوقت من إنسان طيب ومثقف لواحد همجي وعصبي بقوا جزء من شخصيته مش بس مع مراته لكن كمان مع ولاده الصغيرين لدرجة إننا تربينا تربية صعبة قوي أنا وإخواتي البنات كنا دايما بنسمع أقزر وأبشع الألفاظ بس الغريبة إنه رغم كل ده كنت بحب بابا قوي بحكم إنه كنت أخر العنقود وأصغر واحدة في إخواتي ولما كانت غزلته بتبقى ريئة كنت بشوف منه حنية وحب ودلع بينسوني كل الأوقات الصعبة اللي بشوفها لما بيخرج عن شعوره بسبب أمي ده غير حاجة تانية مهمة إن بابا اتجوز ماما وفيه فرق سن ما بينهم كبير عشان كده عجز وكبر في السن قبلها وده اللي هيخليها بعد فترة من الوقت هي اللي تتحكم في البيت وتعرف تسيطر عليه وبابا الزوج القوي اللي كان بيزعق لها ويدربها ويعرف يوقفها عند حدها يتحول لراجل عجوز ضعيف ملوش حوله ولا قوة وهنا جات الفرصة الأمي على طبق من دهب عشان تصفي معاه كل حسباتها الأديمة وتردله كل اللي عملوا فيها ومن هنا بدأت الحكاية ماما يا سالي عملت لإخواتي البنات الخمسة كلهم عملية ختان وكانت دايما بتتعامل مع خلفة البنات على إنها عار في الوقت اللي كان بتتعامل مع أخوي الولد الوحيد معاملة خاصة ومميزة وبعد ما عملت ختان لإخواتي البنات الخمسة كانت عندي بحكم أني أخر العنقود والموضوع تأخر لحد ما وصلت الثانية سنوية كنت لما عمل أي حاجة تدقيقها تقعد تعيرني وتقول آه ما أصلك مش مختونة زي إخواتك وأخلاقك تلعب بايزة وكأن دي حاجة وحشة في حقي تستهلنا تعير بيها من كتر معايرتها لي بأخواتي لما يتخنقوا معايا هما كمان بيعيروني بكده كنت بتحرج قوي ده غاية ما تمت العملية وأنا كبيرة في سنوي ولكن أنت تخيالي الموضوع ده نفسيا كان مدمرني إزاي وسب أثر فيا شكله إيه باختصار خلاني أحس إن خلفة البنات حاجة عار وكل بنت بتتولد بحاجة وحشة تستهل تتبهدل طول ما هي شايلها لذلك لما كلنا تجوزنا أنا وإخواتي البنات كنا بندعي إننا نخلف صبيان وبالفعل ربنا رزقنا كلنا بخلفة الزكور وبقى معايا ولدين لكن لما جيت حملت للمرة الثالثة وعرفت إنها بنت رحت جاري وعملت عملية إجهاض قبل ما كمل 120 يوم حمل كنت رفضة خلفة البنات من الأفكار والتربية الصعبة اللي تربيت عليها بس بعد ما عملت كده بقى عندي عقدة زنب رهيبة من الإجهاض اللي عملته وكل ابتلاء ربنا بيبتليني بي بيبقى حاسة إنه بسبب البنت اللي أنا نزلتها خصوصا إنه والله يا سالي بصلي وملتزمة جدا ومش عارفة لغاية دلوقتي إزاي عملت كده وبطلب من ربنا طول الوقت إنه يسمحني ومش هي دي مشكلتي الوحيدة أنا دلوقتي بمر بمشكلة تانية ما تقلش عنها في صعوبتها بابا دلوقتي يا سالي كبر في السنة قوي وعمره عدد ثمانين بقى يصعب على أي حد بقى واحد غلبان يصعب على أي حد إلا أمي كل ما روح بعيالي عندهم في الأجازة يا سالي عشان أبرهم وأكسب رضاهم بشوف أمي بتتعامل مع أبويا معاملة بشعة تخيالي يا سالي بتجيب لي أنا وعيالي أنضفوا أحسن أكل لكن بابا بتجيب له اللحوة المستوردة وبتزود له اللبن ميا لحد ما صحته بقت مهدودة ولما لقيتني بحاول أعوض بابا عن الأكل الوحش اللي هي بتديهه له وبجيب له فاكهة وشوكولاتة وكل الحاجات اللي هو بيحبها منعت عن أي حد أنه فينا أنه يخش المطبخ ويعمل أكل عشان طبعا هي بتفصل أكل بابا السيء عن أكلنا ولا مرعايا سنه ولا مرضه ولما تلاقيني بهزر مع بابا بتزعق لي وتبهدلني ولما جيب له مسرحية حلوة في التلفزيون يتفرج عليها تتعصب عليها وتقولي هاتيله الأخبار خليه يتعكن ويتطعز بدل ما يقعد يتحك لنا كده وبتبهدلني لو شافت بابا بيتحك معايا تفضل تضيع علي وتشتمني وترفض أني أبوص رأسها أو إيديها ما تاخدش مني أي حاجة طبعا أعمل يا جماعة حتى لو بابا عمل فيها كتير زمان وهو دلوقتي كبر وضعف والأخلاق بتقول على عفو عند المقدرة وبعدين ده أبويا إزاي أسمح أنه يتبهدل بالشكل ده على أواخر أيامه أنا بسيب بيتي وبروح أقعد معاها هي وبابا طول فترة أجازت الصيف ده غير كل جمعة وسبت في الدراسة عشان ما حدش بيروح لهم من أخواتي إلا الزيارات بسيطة وبابا وماما نفسيا بيضيعوا ويتحطموا لو بيتوا لوحدهم حتى لو ليلة وحدة عشان كده بقول أنا آخر العنقود وأقرب وحدة ليهم ولازم أحاول لسعيدهم لكن كل ما بروح بتحصل بلاوي بيني وبين ماما يوميا تقريبا خناء ومشاكل رغم إنها بتحب عيالي جدا وبتحبني أنا كمان بس معاملتها صعبة ودمغها حجر وأسويتها على أبويا ما بوازة كل حاجة العلاقة بيني وبينها بوازت ما بقيتش عارفة رضيها إزاي وأنا خاص بنعني لما يفيد بيا بنفجر وزعق ونهار أنا عارفة أنا ده غلط بس والله مش بعمل كده إلا لما يفيد بيا وحاجة كمان والحد النهار ده لما بتتخانق معايا بتشتمني وتعيرني موضوع الختان أسفة في الكلام أنا عارفة إن ده كلام ما يصحش بس يمحطماني والله وهي سبب كبير في إني عملت عملية الإجهاض قولولي أعمل إيه لحد هنا خلصت رسالة نورا رسالة مرعبة صح؟ تستاهل إنها تكون آخر رسالة قبل رمضان إنه في رمضان بيجي الخير وبنقعد نحاسب نفسنا على كل حاجة عملناها وبنقول خلاص الشياطين هتتحبس هتتسلسل بس معقولة في أم كده يعني كل اللي ممثلوا دوار مرات الأب على الشاشة بكل ظلمهم بكل وحشتهم ما وصلوش لمستوى ده من الجبروت في تصرفات زي دي تطلع من الأم تخلي عيالها طلعين كده ده طبعا زي ما بنقول دايما إنه العهدة على الراوي يعني إيه بفرض صحة كل حرف جالنا في الرسالة تاني العهدة على الراوي طب نورة بقى المفروض تتعامل إزاي فيه كاتالوج ينفع مع شخصية الأم دي طب أبو نورة الرجل العجوز اللي بقى خلاص فوقه 80 سنة إزاي نورة هتعرف تبره وتكون حنينة عليه طب مراته بتعمل فيه وبنتها العمال دي كلها ليه عمل فيها إيه وصلها لكده برضو طب نورة بقى ممكن تتعالج من اللي حصل لها لدرجة نهي يبقى عندها بنت تنزل بنت عشان لقى البنت عار في الوقت اللي مفيش فيه ستة في الدنيا لو بتحلم أن يكون عندها خلفة بنات تكون أختها وصحبتها لسه بتعملوا ختان لبناتكو مفيش فايدة لسه بنقول على البنات عار ده بيقولك الولد بيشيل اسم أبوه البنت بتشيل أبوها نفسه ترجمة نانسي قنقر